قوات سوريا الديمقراطية أفاجأة سياسية تفجرها قوات سوريا الديمقراطية اليوم بعد موافقتها على مناقشة مبادرة للتوحد مع فصائل الجيش الحر والتي طرحت في آذار الماضي من قبل ناشطين عرب وأكراد بنود المبادرة نصت على تفكيك نظام الأسد ومنظرومته الأمنية والحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعود ملكيتها للشعب إضافة إلى تعهد موقعين بمحاربة التنظيمات المتطرفة التي لا تعترف بديمقراطية وعلمانية الدولة وهي الأهداف التي أبدت القوات الديمقراطية الاستعداد لمناقشتها في إطار السعي إلى بناء سوريا ديمقراطية تعددية فيدرالية لكل السوريين بحسب بيان القوات لكن طرح هذه البنود وفرض شكل حكم الدولة مسبقا يثير بالتأكيد حفيظة كل التشكيلات الثورية لا سيما وأن معظمها رفض إعلان قوات سوريا الديمقراطية النظام الاتحادي الفيدرالي قبل عام من الآن شمالي سوريا مبادرة توحد قوات سوريا الديمقراطية مع فصائل الثوار رفضها الكثير من الناشطين معتبيرينها مفتقدة للمطقية والجدية فالمبادرة أثارت تساؤلات عن إمكانية تحقيقها فعلا على الأرض خاصة وأن قوات سوريا الديمقراطية لا تخفي تعاونها مع جيش النظام ورحبت في الأوينة الأخيرة بمشاركته في معركة الرقة وقامت بإخلاء مواقعها غرب مدينة منبيج لتدخل قوات نظام المنطقة وتسيطر عليها ذات القوات كانت هاجمت المناطق المحررة من النظام شمالي حلب بتغطية جوية مركزة من الطيران الروسي وسيطرت على عدة مدن وبلدات منها ترفعت ومنغ كما قتلت عددا من مقاتلي الثوار ومثلت بجثث عدد منهم ما يبقي فرص نجاح مبادرة توحد تلك القوات بفصائل الثوار ضعيفة للغاية حسب مراقبين